السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبا بكم اخواني اخواتي فنهار جديد وموضع جديد ودائما مع عشاق القصص الواقعية اولا كنت أشكركم ججيل الشكر على تعليقاتكم المحفزة والذي لديه سؤال تلقى كثير من الاسئلة يمكن ان يتصل بيها عبر انستغرام هذا هو الرابط ستلقاه في الوصف الكاتراز هو واحد السجن يوجد في جزيرة دائرة بها المياه يعني بعيدة لمدينة سان فرسيسكو حوالي جوش الكيلومتر يعني كلها مياه البحر ومياه باردة اليوم سوف نرى اكبر عملية غروب في تاريخ امريكا من هذا السجن المعمر نجحت فيها عملية غروب بحال العملية اليوم خليكم معنا السجن 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 الذي كانت تضرب به المثال كأعطاه أحسن السجن يعني في العالم وأكثر عملية الهروب التي تمت فيها لم نجحت حتى عملية الا عملية اليوم التي سنتكلم عنها التي نجح في هروبها ثلاثة الناس وكانت تخطيط أربعة الناس مهم هذه القصة تحدثت كثير من شخص ولكن اليوم سوف نحاول بطريقتي وبالتفاصيل التي تضربت فيها كاملة قبل مدخصتي إذا كنت محبت في قناة باقوية بلوكس حاول تجعلنا اشتراك فعلتك الجرس لكي وصلكم لا تنسوا بلايك لا تنسوا بالتعليق وأسئلتكم المحفزة كيف محروف على هذا السجن السجن القاتراز يعني تم افتتاحه في سنة 1934 وحوالي 28 سنة ما قد حتى واحد يهرب من هذا السجن حتى سنة 1962 وفي سنة 1963 كيتم إغلاق هذا السجن خليكم معنا نشوفوا علاج كيتم إغلاق هذا السجن وكيف تمت عملية الغروب تم إغلاقه ماشي هو السبب هو عملية الغروب ولكن يعني التكاليف لهذا السجن كانت منكلفة كما نعرف هو موجود في جزيرة يعني التنقل ولا النقل الأبضع ولا الحراس كله تكاليفة لهذا تم إغلاق هذا السجن المشكلة الحقيقية التي تواجه أي شخص يريد أن يحرر يعني من هذا السجن هذا السجن موجود في جزيرة ويعني محاط بصور يعني إلى حتى الآخر الجيد من السجن ونقصت الصور يعني كيواجهك مياه باردة كما قلنا ما بالجزيرة وسان فرانسيسكو يعني 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 مياه باردة يعني بردة المياه تكون حتى في فصل الصيف تصل 12 درجة بالحرارة يعني مياه باردة ما يمكنش باش تعوم فيها وحتى كيف قلنا من ناحية أسماك القرش هذه واحدة سياسة كانوا نتجينها ما عرفوش بالصحة المعلومة وللا ولكن هذه سياسة كانوا نتجينها الحراس تقولوا يعني حتى لا هربتي ومنعتي من المبارد فهناك أسماك القرش التي ستلتهم الجسم يعني صعيب أن تهرب من هذا السجن يعني سياسة كان إذا دخلت له لا تتلقى بالعالم الخارجي لا تهرب يعني ستعلم مدة العقوبة ستخرج يعني لا هرب وكان في هذا السجن مثلا كما تدرى الكابون وكذلك ماشيل كالكيني هو أحد رجل عصابة ومشهور وكذلك فيكتور الشخص الذي أبع برج إفير مرتين كان موجود في هذا السجن يعني هذا السجن أبدا تفكر وكذلك وكذلك كان مجرمين يقلسوا مكفوفين من الأيادي وكذلك يحاولوا ومحاولة تهرب يعني لا يقلسوا وكذلك وفي هذا وقت في 17 عام تمت 14 عمليات غروب ونجحت حتى عملية وحتى أصحابها تقتل وكذلك تسترجع للسجن محاولة التي نجحت هي قصتنا التي نحكيها اليوم وهذه العملية هي التي تتضمر السمعة للسجن الكاتراز لأن كما قلنا في ذلك الوقت كان أكبر سجن أكثر حماية في العالم دعونا نتعرف على هذه الأشخاص التي نجحوا في هذه العملية هم كليرانس أنجلين والأخ جون أنجلين وفرانك موريس وآلان ويست وكيف قلنا العملية نجحت هربوا فيها ثلاثة الناس ولكن هنا أربعة المشكلة الرابعة هو مدبر العملية ولكن لا ينجح معهم في العملية الغروب وكيف قلنا كيف ما نجحت ألان ويست في عملية الغروب المشكلة سوف نرى في قصة كيف لا ينجح العملية الغروب مع الأصدقاء وهو المدبر ولكن لا ينجح في العملية الغروب المهم ألان ويست وفرانك موريست والأخوين كانوا لديهم عمليات سابقة الغروب من السجن وكيف قلنا الذي يحاول يهرب من السجن سابق يجيبوه الكاتراز المهم كيف كان عرفوا دائما تسجلوا وظائف ومهام المسجين من النظافة ومن حراق ومن المطبخ وكيف قلت بأن ألان ويست هو كالعقل المدبر لهذه العملية يعني من الصدفة توضفت له ووظفت باش ينظف الزنازين من الفوق أثناء عملية التنظيف يلاحظ بأن إن تقبف في السقف يقبل تقبف تقبف تهوية يمرر للسطح السجن ويقبل فيها شيء يمكن أن يتم خلعهم من كل إنسان يدوز من المطبخ وهذه هي من جد الفكرة باش يهرب ثلاثة من السجن ولكن كيف تتم العملية نكمل في السقف يعني نزل وخبر صديق فرانك موريس الذي كان زنزانته ملاصقة معه ومن حسن الصداف يعني هذا تقبف التهوية كان بالضبط فوق الزنازين وقالت فرانك موريس يخمم وتشوف كيف يدرون هذه العملية تقبف وهنا فرانك موريس يحاول يخطط ولكن شارك الأخوين معه لأن كانوا الزنازين ملاسقة مع الزنازين وفرانك موريس يعني الأربع زنازين متقاربين بين بعضهم وهنا تقارب الزنازين يعني سهل عليهم التواصل مع بعضهم ولكن السؤال هو كيف يخرج من الزنازين حتى يخرج من الزنازين حتى يخرج تقب التهوية الجواب كان يخرج تقب التهوية من هذا ويحاول يخرج أمور الزنازين ولكن هذه تهوية صغيرة يعني لا يستطيع يدخل الرأس لا يدخل مكينة ولكن العقل المدبر فرانك موريس لاحظ بأن الحيوطة الزنازين يعني نقول مع العوامل الرطوبة المدتي والقدومية كان من الحيوط يمكن الحيوط 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 من الحيوط في الحيوط وكذا قلت كيف يحفروا يدخلوا على المعارك كيف قلت المعارك من المعارك كل مرة يهربوا واحدة والمعارك والمعارك ومعارك الحيوط للحيوط لإمكانهم الحيوط من الحيوط ولكن في هذا الوقت كامل ما يمكن أن يكون أصبح من المعارك ومعارك بين المعارك ومعارك مراقبة ما يقومون في العبقرية فرانك مويس تصبح طرفة الكابت ورسقوا فيهم هذا تهوية ورسقهم باللون الجدار والزنزانة ورسقهم كيف ترى في المعارك يجب بشكل محفور ورسقهم ومعارك الحفر من يحفر في الوقت في الوضع في الوضع لأن في الوضع يجب يجب موسيقى ومعارك يستغل لهم في الوقت يجب يحفر وكان يحفر يحفر يجب يجب قلب ورقابة يجب يحفر لأن هذا السجن الكاتراز كان فيه أكبر عدد الحراس من أي سجن في أمريكا موجود مقارنة مع عدد السجناء وكان في أي لحظة يتم تفتيش أي لحظة نتج مع رأسك كي يوقع التقلاب وكان القضية التي ساعدتهم بأن السجن كانوا قرابين منهم كانوا عارفين بقضية الحفر ولكن لم يكن رجل لم يكن أخبر عنهم إدارة السجن وبالعكس كانوا تعاونهم واحد التقرية من الناس الذين كانوا عارفين في هذه العملية الغروب تصل إلى 80 شخص يعني نصف المساجين الذي كانوا في الكاتراز 80 واحد ومهضر حتى شيء واحد أمر غريب الرجول من الطفولة وكيف قلت التقابل الذين يريدون يساوب من رأسهم السباقة من السجن وكان يساوبهم بعض مرات حتى من السيمة باش ما يتاحش حاجة وكانوا تغطوهم بعض الحواج اللي عندهم تم مكينة في الزنزانة يعني كيغطيوا وتيحاولوا التقب تغطى والمشكلة فين كتوقع من هات شيء الكامل يعني بعد أشهر بالحفر وقدروي يمرروا نفسهم من التقب يعني بدأوا يتسألو كيف غادي يقطعو البحر من الكاتراز لسان فرانسيسكو يعني نير بحر ضروري من صناعة أي قارب وهنا كتجي لهم واحد فكرة عن طريق واحد الجالدة اللي كيشوفوا فيها كيف تصنع قارب متطاطي ولا سترة الناجات من المعاطف ديالشتاي يعني من المعاطف ديال المطار كيف كانوا المعاطف المعاطف المطاري كانوا موجودين بكتراء في سجن الكاتراز لعلى كانت الخمير واحد يعني ما كانت يحسبهم هنا استغله مرة 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 كل واحد بلاحة توصل الععداد خمسين معطاف من هاد المعاطف وحتى المسجين كل قدس كانوا تساعدهم في جلب هاد المعاطف ولكن المشكلة فين غادي يخضعوا هاد المعاطف كاملا وفين غادي يخصهم يعني بلاصة ما كان فين يخدمو هاد القارب المطاطي اللي غادي قطعوا به هاد البحر كان ضروري من ورشاف ان كلهم كانوا يصابوا هاد القارب من هاد المعاطف كاملا ويعني هاد المساحة فين غادي يلقوها ولأنسب مساحة فين غادي يخدمو هاد القارب هي المساحة اللي فوق الزنزيل ديالهم اللي اكتشف ألان ويست في اللوال يعني هادك المكان ولكن هادك المكان مكشوف يعني هادك تكون خدام وراح تشوفوك الحراص من جهة وحده اخرى لذلك هنا العقل المدبر يعني طحت عليهم واحد فكرة جهنمية ويعني هذه هي النقطة الحساسة في هذه عمليات الهروب وهو هذه المنطقة اللي كانت التي تعمد يخرج الغبار على الحراص وهنا كيطلب باش يتغطى ذلك المكان يعني من يكون تشطب مطلش الغبراء وهذه هي فينك تكمل المصيبة هذه العمليات الهروب من ناحية إدارة السجن كي تعطى له الموافقة باش يغطي هذاك المكان وبالفعل كتتم تغطية هذاك المكان كله وتمك كتولي الورشة وكيبدأوا في صناعة القارب وسترة النجاة من المعاطف الذين يسرقوا والذين يساعدهم فيهم حتى السجنة وحتى هذا الموضوع يعني الفشقة وهذاك المكان اللي فوق الزلزين فوق التحقيق في هذه القضية الهروب لا تبدأ هذه القضية إلا بعد تقريبا 20 سنة حتى سنة 1990 يعني عدت للمفاق القضية لتغطية هذه المساحة لفوق الزلزين وهذه كانت أكبر غلطة من إدارة السجن لأن هذه اللغة كيف قلت تبقى تقريبا مدة شهرين ومغطية الفوق يعني فالشهرين يستطيع يصاب هذا القارب المطاطي وحتى هذه القطبات التي تغطية مرة مرة تغطية واحد المهمة العمل كان أغلبية يتم في هذه الورشة إلا بالليل ولكن لا تكون واحد وثلاثة لا تحت تخيل إلا تم حارس وليس سجن يعني ستكون الكاريتا مرة مرة تصنع ريوس ريوس راستي مثال كما تضعهم في المخدة وتغطيهم يعني ثلاثة مدة يزل حارس بالليل أو شي هجاء ولكن المشكلة هذا الرلوس ليس صوبهم صوبهم من الجرائد يعني والصباغة ولكن الشعر يفعلون لهم الشعر كان واحد فيهم خطة الحلاق هو اللي كان تزمع يعني الشعر الحلاقة اللي يحلق للسجناء وتجمعوه هو اللي يرسقوه كشعر إنسان شوف الأفكار ذي الرلوس في الوصلات وحتى هذا هذا الرلوس اللي يصنعوه يعني ما زال موجودة لحد الساعة يعني في متحف هذا السجن لأن كان متحف يمكن لأي واحد زياته لكن سمرة القدية شهرين فهذا ولكن أغلبية ما كانوا يطلعوا كلهم يعني تقريبا كان يطلع واحد فيهم إلى حتى جاء النهار الغروب وهو يوم 11-6 من سنة 1962 بعد ما تطفى الضرب ساعة النوم حوالي الساعة التاسعة ليلا بدأوا السجناء كي يوجدوا العمليات الغروب وحضوا يعني الريوس اللي صوبوا وغطوهم باش لداز أي حريس يقول أراهم نايمين وفتحوا فتح تهوية اللي كانوا مصوبين وبدأوا الخروج ولكن طلعوا الرابع ما قدرش هو المدبر لهذه العملية لأنه لم يستطع لكي يحفر كما قلت هذا يعني الجزء اللي كانوا مصوبين كانوا يغطيوه بالسيمة ويعني تعطل هو في الوقت بحال تقول محل بتقب شحال هذه اللي حتي بسات هذه السيمة ويعي ما يحفر لا تريد القضية صلبا لا تريد لا تريد لا تريد الحياة القديمة لا تريد سيمة جديدة وهنا يجب أن يحفر وعند قالوا المهم سنجد قريب فوق السطح المهم بعد لا تريد فوق سطح السجن رجعوا عند ألان ويست ولكن قالوا مازال الحفر يعني صعب عليها هذه تصلب صعب عليها فقروا يخليه ويمشي ويهربوا المهم هو فرانك موريس سطعوا للسطح المهم نزلوا دجل الأسوار كانت عبارة عن أسلاك قطعوها إلى حتى وصلوا إلى الشاطئ هناك لكي ينفخوا هذا القارب الذي يصاب المطاطي الصغير لكي ينفخوه عبارة عن ألة موسيقية صغيرة يعني كانوا محي هذه الصوت وهي لكي ينفخوا هذا القارب وقدروا يدخلوا للبحر وفي السبعة الصباح يعني كيف نقول بدأ العد السجنة عملية العد كان كل سجين خاصوا يوقف من بلاسه ولكن عندما وصلوا الزنزلة لفرانك موريس المهم عندما بدأت في قوفه ورميد الحارس في قوم رأسه هناك كانت صدمة عندما سقط الرأس المصنوع وهنا تم طلق جرس انظار هروب هذا السجين وعاد نكتشفه ما زال من بعد مهم كيف قلنا تخبرات السلطات وأول واحد تم استجوابه هو ألن ويس اللي كانت الحفرة والزنزلة بينه وما قدر يهرب من شيء يعني تعاون معهم ولكن ما كشفش على جميع المعلومات اللي غسبي ينتحبوا فين هربوا ولا شمن ما قرروا يستقروا فيه يعني حرة السجن مش طول جزيرة ما بينهم أثار في جزيرة وهذا تبين بأنهم قطعوا البحر في قارب المطاطي اللي صابوا يعني غادروا الجزيرة وحتى السلطة يعني مش طول النواحي والجوارب الجزيرة من البحر ما بينهم أثار في ذاك الوقت يعني كانت السلطة في السجن تستجوب المساجين ولا أحد قدر يدلي بشكل ما بدأت عملية البحث والتحقيقات ولكن ما بين شيء مراد شيء ولحد الساعة ولا لحد يومينا هذا ما بيننا نخبر على هاد الهاربين بالفعل يعني كانت عملية نجحة وحتى البحث يعني دام 15 سنة يحتسلموا هالشرطة المحلية ويعني هالثلاثة غرقوا في البحر هذه القضية كنت تقولها الف بي اي وهو يعني بغى تخبيع الفشل ديرها في البحث على هاد المجرمين ولا ما عفناه حقيقة ولكن يعني الدلائل اللي كنت تعتمد عليها ولا باش تتبرر الموقف ديرها هو العثور على بعض الأكياس اللي كانت مصنوعة من نفس معاطف الشتوية اللي صابوا منها القارب النجاة فهدوك الأكياس تصابوا يعني صور ديال اللي فيهم بعض الصور اللي تخصص العائلة ديالهم و بعض الرسائل اللي كانوا يعني وقتها كيتراصلوا مع عائلتهم يعني هاد المحتويات يعني هاد المحتويات غالية عند هاد أخوين باش يفرطوا فيها وكيف كنا يعني سترت الناجات لقاوهم ولكن القارب مالقاوهش مثل يعني تلجوتات ما كيديش ضروري ما يدفع على الماء ولكن مالقاوه جوتات مالقاوه قارب كان واحد تحليل بعض عن بعض الخبراء بأن يقولوا ما يمكنش ثلاثة بهم وغرقوا ولا وجود ثف واحد فيهم غرقوا يعني يعني سحيل باش هاد الناس غرقوا ثلاثة ما يمقصنا ووصلت حتى الهنية يعني هاد القضية بقت لحد الساعة محيرة ما بنخبار على هاد الثلاثة نطلب الله تكون عجباتكم مرة القيصة ما تنسوا لايك ما تنسوا لايك ما كنتم مشاركة حاول الشهر في قناة السلام عليكم وسودعكم الله حتى الموضوع الجاي اللهم وسودعكم اللهم اللهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة